أهلا بحضراتكم من جديد والأهل ينتخب ومسك الختام عن كل ترتيبات هذا الانعقاد اللي بإذن الله تعالى يكون كبيرا وعلى مستوى النادي الآلي وطموحات أعضائي وجمهيري صباح الجمعة انعقاد كبير إن شاء الله للجمعية الأمومية للنادي الآلي لهذا الانتخاب عشان كده كل تفاصيل الجمعية الأمومية وهذا اليوم الأهلاو المهم كان من الضروري يكون معنا النهاردة في هذه اللحظات الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي دكتور أهلا بيك أهلا بيك يا صبراهيم وأهلا بمشاهدينك الكرام سعداء بتشريفك لينا وأنا عارف أنه دي الأوقات الحرجة والمهمة والمضغوطة عند حضرتك يعني في الحقيقة زي ما حضرك قلت دي الأوقات الحرجة والمهمة لكن في الحقيقة كمان النهاردة الحلقة مهمة لأنها في الحقيقة موجهة للجمعية العمومية اللي هي العنصر الأساسي في نجاح الجمعية العمومية إن شاء الله هاجل للتفاصيل مع حضرتك من أول ما وياريت كل عضاء النادي اللي بتفرجوا علينا يبقوا مركزين مع الدكتور سعد من أول ما هتفكر تروح النادي تعمل إيه تاخد إيه معاك هيتم استقبالك إزاي الدخول الخروج التصويت لغاية حضور الفرز إن شاء الله كل التفاصيل دي هيكون الدكتور سعد معني بيها لكن خلينا أقول لحضرتك إنه وإنت واحد من أسازة التسويق والاستثمار الرياضي جمعية العمومية زي ما فيه بنود أعمالها انتخاب مجلس إدارة فيه عرض الميزانية والحساب الختامي ولما أقول ميزانية يعني اقتصاد فاقتصاد النادي الأهلي وجمعيته العمومية إيه الربط بين الاثنين وإيه العلاقة خاصة إنه توج عمل مجلس الإدارة الحالي اللي بتنتهي ولايته في خلال هذه الساعات بجائزة كبيرة جدا جائزة الإبداع الرياضي جائزة محمد بن راشد الأهلي والاقتصاد والانتخابات الدكتور سعد شيفها زي كأساز في علم التسويق لا يعني خليني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا أن لازم نبقى فاهمين مؤسسة النادي الأهلي مؤسسة النادي الأهلي ويمكن الجائزة النادي الأهلي فاز فيها بالأمس وأعلن عنها في مدينة دبي هو أفضل مؤسسة رياضية عربية في الحقيقة فأي مؤسسة في الحقيقة لازم تبص على شكل صناعة القرار فيها عشان تبين قوتها الاقتصادية لازم تشوف صناعة القرار فيها ماشية ازاي فرأس صناعة القرار في أي مؤسسة رياضية عملاقة بحجم النادي الأهلي تكون جمعيتها العمومية فهنا الجمعية العمومية التأثير الاقتصاد بتاعها هو العنصر الأساسي في ضمان نجاح العمليات الاقتصادية بمعنى إيه؟ بما يتميز النادي الأهلي عبر تاريخه ليه النادي الأهلي أسئلة بتطرح ليه النادي الأهلي بياخد أكبر عقود تسويقية وتجارية ليه النادي الأهلي في هذه الدورة كان عنده ثلاث عقود تسويقية يعني رئيسية الرعاية والبس والعقود الخاصة بتوريد الملابس الرياضية ليه بقوا ماربع تاشر عقد تسويقي ده لازم الأسئلة دي لما تيجي تسأل أي اقتصادي مهم يقول لك استقرار وقوة القرار في النادي الأهلي اللي جاي من الجمعية العمومية لما تيجي تقول للناس صناع القرار الاقتصاديين أو صناع القرار في مجال التسويق الرياضي تحديدا تقول له أنا عايز أتعاقد مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات هيسألك مجموعة من الأسئلة الاستقرار الإداري شكله عامل إزاي في النادي الأهلي فهتقول له بكل قوة النادي الأهلي عنده قوة استقرار إداري جاية من جمعيته العمومية اللي حريصة إن هي تنتخب مجلس إدارة بتفوضه من الجمعية العمومية بإدارة شؤون النادي فبيبص للرقم بتاع التصويت ده أنا كراجل بقى بتاع اقتصاد كده أبص الجمعية العمومية وأحللها أبص الجمعية العمومية بحجم النادي الأهلي 204 ألف عضو لا ده موضوع مهم جدا لازم تشوف مدى تجانس الجمعية العمومية دي في صناعة قرارها هل في الجمعية العمومية مش متفقة على قيم معينة بتحمي بيها هذه المؤسسة ده لازم أشوفه بشكل كويس طيب حجم التصويت لتفويد مجلس الإدارة بصناعة القرار الاقتصادي ما هو ده قرار الاقتصادي أنت بتاخده فبتشوف إن ما يبقى عندك جمعية العمومية اختارت المجلس الحالي بقوة تصويتية 36 ألف صوت دمعنا بيديلك حجم التفويد اللي خده مجلس الإدارة وبيدي له تمكين تمكين القرار الاقتصادي والتجاري جوه النادي لمدة أربع سنوات لأن أنا النهاردة ما أقدرش أعمل عقود تسويقية غير مستقرة لأنه بدق استثمارات فأنا لنهاردة لما بص على الشكل العام فبالتالي التأثير للجمعية العمومية دا يمكن الناس مش وغدة بالها إن النجاحات الاقتصادية في النادي الأهلي في الحقيقة جزء أصيل منها بيرجع لجمعية العمومية ولذلك إحنا يعني كابتن محمود لما بدأنا نفكر ويمكن كان فيه مكالمة تلفونية بيني وبين حضرتك وده يمكن سر بنقوله الأول مرة إن حضرتك قلت لك كابتن محمود قال لك أنا عايز كل الوسائق اللي بتؤكد على تناولاتها وسائل الإعلام عشان نروح نترشح لجائزة محمد بن راشد وذي تم تشكيل فريق العمل بقيادة كابتن محمود كان هو عارف إحنا رحيين لفين وكان هنعمل إيه والملف ده هنتم التخطيط لأحد عناصر هذا الملف هو مدى مسندة ومساعدة الجمعية العمومية في صناعة القرار الاقتصادي داخل النادي الأهلي فإحنا كتبنا في وصائقنا إن الجمعية العمومية بتنعقد مرة سنويا وهي أعلى سلطة وفقا للنظام الأساسي وبيشوف كمان بقى حجم التمكين القانوني اللي موجود في النظام الأساسي على فكرة دي كلها وصائق إحنا أرفقناها في الملف فالجمعية العمومية بتاعة النادي الأهلي هي السر السحري لقوة العلامة بتاعة النادي الأهلي بالإضافة لجماهير بقى النادي الأهلي اللي هو الأصل اللي موجود خارج أسوار النادي الأهلي اللي بيديلك حجم التدفقات المالية الكبيرة الضخمة